مباريات متيرة على مستوى الدولي الإنجليز الممتاز في لقاءة يوم أحد مرحبا بكم في تحليل مباراة الدولي الإنجليز الممتاز مباراة تعادل بين توتنهام وماشتر سيتي فوز ليفربول على فورهام تعادل أستون فيلا وبورمونت وتعادل ويست هاما كريستا البالاس قبل البداية أتمنى منكم ألا تنسى الاشتراك لايك الفيديو سيليكاكو جديد وننتلق على بركة الله في التفاصيل أكتر ومبدئيا البداية سوف تكون مع القيمة الأولى بين ليفربول وفورهام المباراة انتهت بفوز ليفربول بفوز موتير وصعب على فورهام على أرضية مرعب الأنفيل بنتجة أربعة لثلاثة مباراة ممتعة ومجنونة كما هي عادة الدولي الإنجليز الممتاز حسمها ريد ليفربول في الدقيقة الأخيرة وبصعوبة بلغة فورهام ينجح في التعديل للنتجة خلال الشرط الأول كلما تقدم ليفربول مستغلا الكرة التبيطة وارتباك دفاع الليفر والأخطأ من الحاريس في غياب الجوطة والحاريس أليسون بيكير شهدت ظهور الحاريس الإيرلاندي كيلير وكذلك بالإضافة إلى التواجد نونيج في خط هجوم الفريق الإنجليزي لليفربول فورهام ورغم أن المباراة خارج أرضه إلا أنه قدم مرضو كبير وجيد على المستوى الدفاعي وعلى المستوى الهجومي ليفربول بالعالم الكامل على أرضه في الدوري وكذلك في الدوري الأوروبي الفريق لا يعرف إلا لغات الانتصارات على ملعب الأنفيل مرضو متوسط من الحاريس كيلير ومن الدفاع السبب الذي سمح لفورهام بالحصول على فرص خطرة وكذلك تسجيل ثلاث أهداف في شباك الفريق الإنجليزي ليفربول للأمانة ليفربول قدم مستوى كبير على المستوى الهجومي داروين نونيز أهضر فرص محققة للتسجيل كذلك الفريق خلق فرص ومحاولة كثيرة في المباراة لكن على المستوى الإجمال والمباراة كانت مباراة متيرة على مستوى الأداء اللاعبين وكذلك الأداء الفريقين ما جعلنا نشاهد مباراة خرافية في مستوى الكرة الإنجليزية كالعادة يا سادا في القمة الثانية بين ماشيستر سيتي وتوطنهان انتهت بالتعادل الإيجابي ثلاث أهداف في كل شبكة مباراة كانت ممتعة للغاية أداء جيد من الفريقين توطنهان اعتمد على الكرة المرتدة في منادي ماشيستر سيتي كالعادية السادا الاستحاوض والضغط من النتق الخاص والاعتماد على الكرة أو على التمنة القاصرة لم يكن في يوميا في اللقاء اليوم لم يسجي وأهدر فرصة في الشرق الأول سون قدم مستوى هائل بهدف وأصيد على رغم أنه سجل على في مرمى لكن في إجمل المباراة كانت مباراة متيرة وشاهدنا تفاصيل كثيرة في هذه المباراة شاهدنا أن التطهام فريق تنفس هذا الموصي بامتياز لأنه غيبة كثيرة على مستوى الفريق أبرزها مضي سون عرف كيف يعود في النتيجة وعرف كيف يعود في المباراة وعرف كيف يبقى في أجواء اللقاء أكثر لم يتلقى أهدف كثيرة في المباراة لأن ماكستر سيتي خلق فرص كثيرة ومحاولات فيما تطنهم كما قلت اعتمد على الكرة المرتدة فهو سلاح الفريق ويعرف كيف يستغل هذه الفرص ويستجل أهدار بالنسبة لماكستر سيتي فهو هذا الموسم يقدم كرة رائعة لكن نرى أن سيتي ينقصه شيء وخصوص أن كيفين ديبرون لم يتواجد في هذا الموسم مع الفريق الإنجليزي نرى أن الفرص التي تأتي أو التمريلات لن تكون دقيقة على مستوى الثلاث الأخير من الملعب ما يجعل الفرص صديعه بسهولة على الفريق الإنجليزي أطنهم هذا الموسم في قمة عالية مع المدرب الأسترالي يقدم أدوار مهمة ما جعل الفريق هذا الموسم يكون ممتاز ويقدم مستوى الكبيران هي الروح العالية التي يلعب بها الفريق للأمناء أداء خيالي من الترهام ويجب الإشادة بهذا الفريق في هذا الموسم لأنه ما يقدمه شيء كبير عن مستوى الكورا الإنجليزية غيبت بالزملة في هذا اللقاء لكن وزد أقوى فريق العالم حاليا قدم مستوى هائل وظهر بصورة ممتازة ويستحق الإشادة ويستحق أن يكون هو الفريق الذي نتحدث عليه أكثر من مستوى الحامر سويسطان ويستان في إمكانه أن يقدم كورا شاملة ويكون في مراكز متقدمة من بوطلس الدولي الإنجليزي الممتاز لكن المودال بدافيد موس فهي طريقته دفاعية أكثر من هجوميا ويعتمد على ثلاث لاعبين كارتكاز وعلى أنه يمتلك لاعبين مهمين يكونوا على مقاعد البودلاء الفريق بدأ بداية قوية على مستوى الكورا الإنجليزية والدولي الإنجليزي لكن تراجع في الموبرة الأخيرة تعادل مع كريستال بالاس فيما قال الندي ويستهان كريستال بالاس نادي قوي هذا الموسم ويعرف كيف يفوز ويعرف كيف يلعب مباريس كبيرة تعادل خارج أرضه وظهر بصورة ممتازة خصوصا في الشوت الثاني أما نادي أسطن فيلا تحت قيادة المدرب أمري قدم مباراة متوسطة ضد بورمونت تعادل بهدف في كل شبكة أسطن فيلا يقدم مستوى هائل هذا الموسم ويعد واحد من أفضل أندي على مستوى الكورا الإنجليزية في رقاء اليوم لم يكن في يومه ولم يكن في الأداء الجيد بورمونت تعادل معه على أن بورمونت فريق متوازي على مستوى الكورا الإنجليزية لكن هذه هي الدوري الإنجليزي وهذه هي متعزة الدوري الإنجليزي أن الفرق الصغرى تتعادل مع الفرق الكورا أو تهزيم الفرق الكورا هذه هي متعزة الدوري الإنجليزي ممتاز لهذا نحب الدوري الإنجليزي ممتاز أكثر من أي دوري آخر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر